مرحبا أحبث الكرام أهلا وسلم بكم مجددا في ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين في هذه الحلقة كلمتنا 129 رقم هذه الحلقة وكلمتنا لهذا اليوم هي كلمة chair chair هيا أنتعلم استخداماتها في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين أما الآن أضغط على أعجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس كلمة chair تأتي بمعنى كورسي أو مقعد chair chair المثال أول على كلمة chair I am not ready I am not ready for the rocking chair yet لست مستعدا لكرسي الهزاز بعد rocking rocking chair rocking chair كرسي هزاز I am not ready for the rocking chair yet بعد I am not ready for the rocking chair yet لست مستعدا لكرسي الهزاز بعد أخرج نفسا طويلا breath نفس breath breath مرت علينا سابقا في هذا الكورس كلمة breath إذن اقرأ معي الآن he sank into the chair and let out a long breath ممتاز خلينا ناخذ أهم مرادفات كلمة chair أيضا seat 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 كرسي bench bench مقعد stool مقعد أيضا هذه أهم المرادفات لكلمة chair أما الآن استخدمها في جملة ضع كلمة chair في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق أيضا شكرا لكم على المتابعة انتظرون في الحلقة القادمة 130 مع كلمة مهمة كلمة challenge challenge سوف نشرحها بالتفصيل انتظرونا قريبا شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم